مثل ما شفنا الطبعا اذا كنا بنغير شي غير ما مكن شي احنا بنغيره لكن قلت اعني اوريكم اذا كنت بغير مثلا اذا كنت بغير مثلا شغل يعني لكن انا ما بغير شايفه اضغط على save طبعا انا اضغط اني وريني الفيديو مالي طبعا انا ما سوينا نحن اي اي اهني هذا العلامة اذا ضغطتها رح يخليني اعرض او رح يعرضي السلايد اللي انا واكفة عليه يعني عندي preview وعندي split screen view يعني اعرض لي هذي ابي الثانية ابل السلايد الثاني اضغط عليه السلايد الثالث يعني يوريني ترتيب السلايدات يمكن انا بحط سلايد قبل السلايد او بغير اماكنهم شذي يعني اضغط اسكيب نضغط اخر شي عندنا save project طبعا لما اطلقين سيف رح يتيب على الجهاز نفسه publish اللي هو اذا انا كنت ابي ارسله حق شخص او شي ثاني اخر رح على الشريط هذا نشوف شو نقدر نسوي فيه عندنا اول شي علامة البلاي هذي اللي هي logo وفيه file اذا كنت بسوي new project او نفس الشيء كريات new project new form image اللي هي الصور ابي ابطل مثلا المشروع انا كنت مسويته من قبل او ابي اسايفه يعني اذا كنت مسايفته من قبل بس ابي اسايف التغيرات اللي فيه او اسايفه من يدو يديد او انه اغلقه نفس الشيء اذا كنت بسوي له import او export اللي هو تصدير استيراد وتصدير recent project والباقي يمكن احنا اللي همنا اول شيء بالنسبة حق ال edit طبعا هني اذا كنت بتراجع عن شيء مثلا بتراجع انا عن الصورة بتراجع عن الحركة او المسح اللي انا مسحته نتلاحظون مع كل ضغط قاعد اضغطها قاعد يرد الشغل اللي انا مسحته اهني اهني upgrade account وهو اذا انا منزل نسخه اذا بسوي upgrade يعني راح اغير النسخه اللي هي انا راح ادفعه حلوسه عشان اخذ النسخه اللي ما تطوره اكثر free register اذا كنت انا اساسا ما عندي اكاونت ممسويته او نسيت اكاونتي بسويلي يديد من اهني او sign in اللي هو ان احنا نكون عندنا بس نبي نتطور حلو نرجع حق new project انا بسوي new project بغير الثيم خانشوف شان نقدر احنا نسوي new project خلونا نتفق ان احنا نسوي project عن golden buildings مثلا خلو متع المباني طلعت لين سلايدات انبلش احطينا one two three هني shape طبعا يعني بدال ما انا اقعد ادور هني رح القى اشياء تختصر لي الاختيار يعني انا بدال ما اقعد ادور شون اطق و شون اثوي هني اقدر اختصر لي مثلا ابي موسيقى اضغط على الموسيقى اقدر اضيف تسجيل او ان موسيقى محملة عندي على الجهاز جهاز صورة لو كنت ابي اننزل صورة طبعا حاطين لنا الصور من واحد اضغط 242 صورة عندنا ضغط على الصورة قائ Linda سوف ينزل نزل لي الصورة هذا الصورة sawذي الصورة لو كنت بيتقلم عن مثلا مبنى الموظفين او المبنى المثالي عن الموظفين يخدمهم او يريحهم طبعاً أحطي لي على أساس أن هذه الصورة المباني الذهبية عندنا 1, 2, 3, 4, 5 فكل مبنى أقدر أحط له شغلة أو خلنا نمسح الصورة نحط مثلاً نضيف text طبعاً focus key نفسنا عشان أضيف مربع نص لازم أرسم shape لأبي نكتب مثلاً طبعاً الفوكس key ما يكتب بالعربي فهذا بنكتب ونكتب مثلاً بالإنجليزي نكتب مثلاً نكتب مثلاً نكتب فاكس key ما يكون أي نصف ها نصف 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 نحن نصف نصف كما تريد أنّ نصف اشتركوا في القناة اللي كتبته هو نولى أمر جيد أن تعمل في مبنى ذهبي طبعا إني عندي النص أنا أبي مين يسار بالنص أو إني أضبطه إذا أبي مثلا عريض مايل أو تحتخط أهني أبي مثلا حجم كبير أو أزقر الحجم الحلو بالفوكسكي أن أنا ما أحتاج أن أحط الرقم وأدوره لا بمجرد أن ما أنا أضغط يتوفر لي الحجم اللي أنا أحتاجه طبعا بالنسبة حق التكست غير أني أنا أكتب وشلي فيه هني أشياء أني أنا أقدر أضيف طبعا أنا أقدر أمسحها إذا كان ما أبي هني أقدر أسوي Printing هني أنا مون أقطع على ولا شي مون فعل شي فالتكست رح يكون مون موجود بس بمجرد أني أفعله رح يطلع لي هذا الأشياء نزيل بغير اللون أو بغير Artwork ننزل بغيره لنفرض أني أنا بحطة هذا اللون طبعا بس أنا حطيته هذا الشيب بس بيغير لوني أوثنان مو عاجبني أقدر أحط اللون اللي عاجبني لنفرض بحط هذا اللون نزيل وعندنا بعد وعندنا بعد order color لو وغيرتها للأبيض طبعا تلاحظون أنه صار اللون غير وصار باللون الأبيض اللي هي حدود الأحرف text order لو فعلتها هذا اللي هو text order اللي هو line هذا هذا بالنسبة حق text بالنسبة حق الصور لو كنت بحط صورة طبعا هنا أقدر أنا ألتقط صورة مكتوب snap a new snap a new frame اللي أنا أقدر ألتقط صورة عشان أحطها كفريم مثل ما أقدر لكم الصور في عدنا 242 صورة أنا أقدر أختار منهم بالنسبة حق المباني لو كنت أبي أتكلم عن الأشياء اللي تمشي على المباني خلونا نروح على اللي سلايد اللي بعده رح يتكلم لي عن أول مبنى فلو كنت أنا أبي أتكلم لي عن أول مبنى فأول مبنى في شنو 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 نفس الشيء أقدر أضيف صورة مثلا أقدر أحط شخص على نساس أنه هو المتحدث يعني بدل ما أنا أحط النص أحط شخص وأسجل أو أحط تسجيل بالفيديو مثلا أمسح هذا النص إذا كنت مو محتاجتها وأحط هذا الشخص اللي هو يفكر مثلا بزيادة العائد نفس الشيء هنا بنغيره النص بنحط مكانه صورة مثلا هذا الشخص يفكر بزيادة العائد لكنه ما يعرف الطريقة أو وين يروح مثلا أو كسيناريو يعني إنه نحن نحط زائد شلون يبلش يكتب المهام فنحط كنتيجة هو الـ جولدن بلدن اللي هو نمبر واحد إذا إحنا نحط أين مثلا إسم للمبنى نروح حق الشريحة اللي بعدها راح يعطيني نمبر تو اللي هو المبنى الثاني نفس الطريقة الشريحة اللي بعدها أنا ما بي أغير فحط لي مثلا العوائد لو كنت بيكتب هني المبنى الثاني هنقول هي ما أربع مباني أو خمس مباني متصلة فكل ما بني يتخصص بشي اكتب مثلا عدد الأمبلييز أو الموظفين هذا بالنسبة حيك الفوكس كي اشتركوا في القناة